هذا وأعرب المسؤولون والمشاركون في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الهام وخاصة في ظل مرحلة راهنة التي تشهدها المنطقة والعالم طبعاً نحن سعداء اليوم بعقد دورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب خاصة بعد جائحة كورونا التي الكل والجميع يعلم مدى الضرر الذي تعرض لها العالم جميعاً وقطاع الإعلام بالذات كان لدور حضراتكم زملائنا الإعلاميين والإعلام بكافة تفاصيلة كان لدور كبير في جائحة كورونا واليوم تأتي اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب لتعزز دور الإعلام العربي وبكل تأكيد نفتخر اليوم أن يكون هناك اهتمام لأعلى سلطة إعلامية ممثلة في مجلس وزراء الإعلام العرب ببحث لمدة ثلاث أيام ومناقشة القضايا المهمة التي تهم الإعلام العربي أنا أول مرة بشارك كوزير إعلام باجتماع بهذا الحجم أنا كتير مسرور وأفتخر بوجودي بالقاهرة مع أخواني الوزراء العرب اللي بحب أقوله هون أنه يلي بيصير بالقاعة ويلي وجودنا مع بعضنا هون هو أساس لأنه نوصل على نظرة موحدة للإعلام العربي مؤتمر الإعلام وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية بيت العرب وتحت رائعية السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهميته وأهمية كبرى جدا في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الدول العربية أو الوطن العربي لما تواجه الدول العربية من تهديدات ومخاطر وتحديات خاصة في مجالات عديدة مشكلة الغزاء مشكلة الطاقة مشكلة الإرهاب وكذا من مبدأ أن لا تنمية بدون استقرار ولا استقرار بدون استقرار فكري ووعي فكري عميق ينطلق من أن المستقبل ينبغي أن يكون أفضل من الحاضر ولا يمكن أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر إلا بإخراج كل قدرات أبناء المجتمعات وخصوصاً قيل الشباب